اهلا بكم في قناة نساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واهلا بكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي النهاردة هنتكلم عن اخر توقعات مايك فغال وتوقعات مهمة جدا وخطيرة وخاصة للدول العربية وفي دولة خالجية للأسف بتعاني من محنة كبيرة نتمنى لها انها تمر على خير وسلامة كل ده هنشوفه من خلال توقعات الفيديو قبل ما نبدأ بفكركم سريعا تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس ولو عجبكم الفيديو عملوا شير ولايك يلا بينا على طول نشوف التوقعات ومايك فغالي قالينا ايه في توقعات اولا بيقول انها تكلمت قبل كده عن حدوث زلازل وفيضانات وغضب طبيعة وكل ده حصل وشفناه وكنا من قراءة سمعنا عن زلزال حصل في لوس انجلوس لكن زلزال خفيف ما كانش فيه ده حايا كبيرة ولكن المرة ده غضب الطبيعة هيكون عند البحر المتوسط غضب الطبيعة هيكون عند البحر المتوسط وفي اكتر من مرة مايك فغالي تكلم عن البحر المتوسط وقال هنشهد فيه شبهة سنامي خصوصا هيبقى فيه خطر على الدول العربية او المنطقة العربية المحيطة بالبحر المتوسط من ناحية سوريا وتركيا وفلسطين وخصوصا فلسطين والضحايا مش هتبقى كتير ولكن الدمار هيبقى غريب شوية ويخضى كبيرة ولكن غير دعا أي ضحايا الموضوع كله في البحر وممكن مدن سحلية تتأثر بعض الشيء وايضا بيقول خدوا بالكم وخليكم وعيين وحافظوا على البيئة بتاعتكم وعلى دولتكم لأن للأسف كل الفائدانات والقرف اللي احنا شايفينه اللي بيحصل ده بسبب التلوث فالناس تخلي بالها شوية وتحاول نتنظف ما تعتمدش فقط على الحكومات أو تجيب الخطأ على الحكومات الموضوع بيبدأ بورقة بتترمي في الشارع وقال كمان وبيحذر ان الشتاء اللي جاي هيكون مهول وقاسي شتاء مهول وقاسي ربنا يستر طبعا علينا والموضوع يعدي بخير بالنسبة لعداء البحر الأبيض المتوسط الدربة اللي تكلم عنها هتكون لإما بعد 150 لإما 250 يوم في الحدود دي وفيه هزة كبيرة جدا هتكون على سبيل الطبيعة ولكن دون ضحايا تسكر ولكن هزة كبيرة وما عملوا الكيان السهيوني الغاصب أو ما تسمى بدولة اسرائيل في لبنان عام 2006 وما عملوا في غزة وبفلسطين لن يكون نقطة في بحر في اللي هيحصل لهم لأن الله عن طريق أو ما سيعمله الله عن طريق غضب الطبيعة وخصوصا على المناطق المحتلة هيكون كبير جدا جدا وأيضا فرنسا وأمريكا هتشهد توترات دبلوماسية وعلاقات فيها توتر مع بعض الدول في العالم ومواجهة قريبة بين الصين وروسيا على الأراضي الأسترالية والتوقع ده قاله أكثر من مرة مايك فغالي وخصوصا في سنة 2025 أسرار كبرى سوف تكشف خصوصا عندما يذوب الجدار الجليدي في انترتيكا انترتيكا اللي هي القرى القطبية الجنوبية أو القطب الجنوبي أو القرى اللي موجودة أسفل القرى الأرضية تحت خالصة عند القطب الجنوبي لما هيذوب الجليد في أسرار كبرى هتبتدي تكشف لأن الجليد ده عبارة عن ذا فريزر أو حفظة للتاريخ لما يذوب في حاجات كتيرة اتجمدت ممكن من ملايين ملايين السنين هتبتدي تبان وتتكشف وممكن نعرف أسرار ما كناش نعرفها عن الخليقة وعن المخلوقات اللي كانت عايشة في هذا الزمن القديم كمان اتكلم عن موضوع الفضائيين بأشكالهم وبأنواعهم هو بيقول في أنواع منهم اسمهم الرماديون وفي الربتليونز أو الزواحف مش شكلهم زواحف يعني الكلامنا عن الموضوع ده في حلقة قبل كده عبارة عن عينيهم فيها طبقتين مش جفن واحد فيهم جفن شفاف والجفن الطبيعي بتاع الإنسان هو بيقول أنه دول من الفضائيين وتقدروا تعرفوهم عن طريق التركيز والنظر في عينهم عامة هو بيقول حان موعد زيارة الفضائيين بشكل رسمي بكل أنواعهم وقد أعلن سابقا البنتاجون بشكل رسمي البحث عن هذه الأمور بالرغم أنه أصلا بيدور في الكلام ده من سنين لسنين ولكن لم يتم الإعلان عن هذه الأمور بشكل رسمي والتوقيت الحقيقة غريب فده بيدل عن 2022 هيبتدي نشوف موعد زيارة الفضائيين بشكل رسمي والإعلان عن شخصياتهم وهويتهم العرب بقى والتحادهم هيبدأ يبقى قريب من وقت قريب شفنا الاتحاد اللبناني السوري المصري الاردني الأربع دول وقفوا مع بعض بحيث أن هم يساعدوا لبنان وكل دولة رحبت وما منعتش وعملوا مع بعض زي اتحاد بسيط كده لمساعدة بعض والتحاد آخر هيصير أيضا على صعيد بحر الخليج كلنا شفنا الأمير تميم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأيضا طحلون بن زايد يعتبر شخصية كبيرة جدا ويبقى قريب من ولي العهد أبو ظابي فيه اتحادات خليجية هبتحصل برضو والتحادات أخرى عربية وبعد دورة فلاكية ونصف ده على حسب قول مايك في غالي معزرة هنشهد عملة موحدة سنشهد عملة موحدة في العالم العربي زي اليورو كده والاتحاد الأوروبي واسم العملة لا يدبع أي دولة يعني إيه؟ يعني مثلا عندنا في مصر الجيني السعودية عندهم الريال الإمارات درهم الكويت الدنار فالعملة دي مش هتتسبق بأي اسم من الأسماء العملات المتدولة حاليا في كل دولة من الدولة العربية ويخترعوا اسم عملة جديد بحيث إن مايبقاش العملة دي ليها أي انتماء لأي دولة بل هتكون كل الدول منتمين لبعض وعملة جديدة باسم جديد وكمان بيقول في 2022 هنشوف ممالك بتنتهي وممالك أخرى بتتولد ممالك تنتهي وممالك أخرى بتتولد ودولة عربية جديدة هتظهر ضمن خريطة العالم العربي معترف بيها وبعالمها كلام ده برضو خطير دولة عربية جديدة ستظهر ضمن خريطة العالم العربي معترف بيها وبعالمها ومن أول دلوقت الغاية بداية العام المقبل أو مطلع العام المقبل فيه استلام وتسليم على صعيد الحكم استلام وتسليم على صعيد الحكم ولكن محددش الدول الموضوع مش هيحصل عن طريق انتخاب تسليم للحكم صريح بالنسبة بقى لدولة الكويت والكلام عن دولة الكويت ما يكفي غالب يقول ان للأسف الكويت هتمر بمحنة قريبة جدا ولكن أتمنى انها تكون كغيمة وتمر على خير وسلام موضوع كده يدايق وان شاء الله هيعدي وأطلب من الشعب الكويتي ان يلتف حول جيش بلده وللأسف فيه منظمات داخل الكويت او الدول الخليج عايزة تضرب استقرار وميلة الخليج ولكن الكويت ان شاء الله هيكون أقوى من كل ده وهيقدر ان هو يطلع من هذه المحنة ويكشف تلك المنظمات ويتم انهاءها بشكل نهائي بكده نكون انتهينا من توقعات مايك في غالي التوقعات دي هو بيقول انها من دلوقتي وفي منها ممكن يحصل على السنة الجاية سنة 2022 ان شاء الله انا اتمنى الكويس في يحصل والسيء ما يحصلش من كلامه في دولة جديدة عربية في مملكة هتنتهي ومملكة اخرى هتتولد في اتحاد عربي في غضب طبيعة خصوصا على مناطق المحتلة بفلسطين او للكيان الصهيوني وكل اللي عملوه ما يجيش حاجة من اللي هيتعمل فيهم من غضب الطبيعة اللهم ما شماتة طبعا كده نكون انتهينا من كل شيء من التوقعات بفكركم بس مرة اخرى انا عارفة ان انا ساعات ممكن حد يدايق او ناس يدايق ان انا كل شوية اقول لكم يا جماعة اشتركوا اعملوا لايك وهكذا ولكن انا ساعات انا بعمل كده عشان افكركم بس عشان تقدروا متكونوا متابعين معانا كل حاجة وايضا تدعمونا بان القناة بتاعتنا تكبر وتبقى من القنوات الكبيرة في اليوتيوب عشان كده بقول لكم دايما يا جماعة لو انتم مشتركتوش اشتركوا معانا تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عاد ممكن من الناس ولو عجبكم الفيديو كمان او عندكم مقترحات او عندكم اراء او توقعات او كومنتات اكتبوها لي تحت في اسفل الفيديو بنقدر ساعات نرد وفيه كتير جدا بنقرأ وفيه على الاقل ممكن نقول بعض الاسماء الناس نشكرهم صراحة على تفاعلهم معانا في وجودهم داخل القناة شكرا واشوفكم بخير